بنتي أنا ست لفت الدنيا ودورت أيوة وعندي إكسفيريانس يعني تحدي مني كده هو تصري الكلام اللي هقولهولك دلوقتي بحطي حلقة في وجنك وما تنسوهوش أبدا يا خايبة يا نايبة ما تأثري ياما وتقولي بقالك سعب تتكلمه أنت المسكرة بطاطساية كده شوف يا حبيبتي قدم الراية اتجه نحية الخلفة خلاص يبقى نعمل إه بقى نعمل إه بقى ما نخلهوش يتورب وعارفة لو تورب منك شمال ولا يميل يبقى الغلط عليك أيوة لبيب لبيب العيال كل تسعة تشهر عيل تسعة تشهر إيه يا أمه ليه شايفاني مكنة أيوة يا أمه إن شاء الله حتى تكوني مكنة فشار يا بيت يا بيت مايسبتش الراجل في بيته الكتر العيال آه عارفة يا بيت المثل بيقول إيه يغلبك بالمال اغلب بيب العيال لا يروح منك يا حبيب والنبي يا أمه بقى متوغوشيني ماهو ينام جملي كل ليلة وكويسة هون هم الرجالة دولهم أمان على رأي المثل يمقمنا للرجال يمقمنا للمية في الغربار تانك أنا تع الميت يا بيت زيني أنا كنت أعمل إيه 掌ستعيني في حد لما كنت أجل بالdollar علشان عم بن مولتي وكان أبوكي بقي الواحدة في البيان هم Piece هؤية مرور باجيبة كحكاية وأعدها في النحية للي أنا في منهم فيها علشان لو جاب واحدة تانية يا بنت اللعيبة يا أمه طب وب ranked حكاية دفعتها بين المubenك هي كحكاية واحدة بس اللي اكتشفتها عشان ابن المهروشة اكتشف الحكاية شو عيوني؟ بقى يا كل؟ عشان كده عايزك تجيبي قرطة عيال يا بيت اجي الواحد بس الاول يا اما وبعدين بقى اجيب قرطة ياريت يا موحة ياريت عشان يقول لي يا ستي والله يجيبلك وادس وغنون كده يا زوزة ويقولك يا ستي ويكبارك كمان سعليك فوقش كده يا موحة ليه يا وليل يا ده حلو مع عشان اتعيل كده حلوة يجري في وسط يوم يعني انتي اتجوزتي وعاوزة تخليه في بخصور عشان تعجزيني يا بيت شو في الولية؟ اللي عملت سلطني تقول لي هاتي قرطة عيالة يا ستني انا سلطتك اه سلطتني اه دي نيسي سلطتني يوم بيت بقولك ايه؟ لا انا لحد يأولني ولا يعودني اه لحد يقولي في الكلام ايه ولا الرط ايه ولا عجني ايه ايوة لا انا ست دغري اه ويا داخل بن البصل لو قشرتها مينوبة كلا مش عارف ايه اه رحيتها ياما ايوة يأتي لا ويا اللي ابي بك نعم هو الرائق مفتحكيش في موضوع الخلفة يعني مكبر دماغه وخلاص كده يعني ولا ايه؟ سلامت عينك يا أما وعقلك ما تشايفة بطني هي قدامي والعيال بيجروا ما شاء الله وواحد نايم جوا في القطة اتخذ يا دي كله يا أما كل بلقات في العيالك على فكرة ما تيجي يا حلوة انتي وتسيلك من المراية تعالي شوف اختبار الحمل اللي جبتولك ده بيشتغل ازاي عشان أول ما يحصل تعرفي على طول بنبق اكل ما بيستميش وشو بصي لما تبقى شرطة يبقى ما فيش لما يبقى هنا كده هو شرطتين يبقى حصل شرطتين ان شاء الله خدت واحدة هنا بديدها ووسطتك الدكتور ايه زي الامر اول ما يحصل هيتابع معك ان شاء الله يا خربت اهلك دكتور ايه انت عازم امي يقطعني وبعدين يعني اختي كفاية عليها امي وامي امي وامي الكفاية عليهم وكاشة لحسلهم دماغهم خلاص وانت كمال لحستيلي نفخي من ساعات ما جيت امي يا شوشو لازم نروح لجيجي عيبة منسبة في يوم زي ده يا اختي صراحة مش حسنة انا عايز اروح خالص بقولك يا شوشو اخوك اي اختي اللي رماها لا اخويا مرماهاش اخويا زي اي شاب ظرفه صعبة كان عايزة تستنى شوية مغلتش تستنى قد ايه يا روحامك لحد ما يبقى عمده ربعين سنة امي يا بيت وبعدين ما تدخليش نفسك بينهم هم حرين مع بعض انت مالك انت وهي لما تاخد راجل قد ابوها حرة كل واحد يتعلق من عرقوبه يا اختي مالكيش دعوه وبعدين عيب عليه كده احنا اخوات عيبا ما تقولي كده ها هتجي ولا او مانا ايه رايك في الفستاني يا شايماء حلوة اوي ما شاء الله وشكله غالي الا غالي ده بتامن بيت في الحرة هنا يا بيت انت هارف اصل الشيمي بيحبني اوي ما بيستناش بس هلأ اي حاجة يجيب هالي حتى لو كانت بمليون جنيه ربنا يخليهولك حنية ولا ايه يا موح طبعا شكله حنية انه بيحبت كم ودا فيان حيفطرني في حتة ويغديني في حتة وقال ايه هيعاشيني في بلاد برد حينسيني القرف اللي عشته واهم ميزة فيه بقى انه احناين وجادع مايعرفش الغدر ميزاي ناس هناك شفتي مش قلتلك مكانش لازم يجي هتعط تقطن فيها كده طول الليه تقطن فيك ايه يا بيت عيب احنا اخوات انتي في حاجة مدقيك يا شايماء لأ مصدعة هطلع اشوف حاجة للصدعة ألف مبروك يا جيجي خلي بارك فيك يا اختي بقى شكرا ملكيش حق يا جيجي عملت قطمي في البيت من ساعة ما جد وما انا قلت حاجة خالص نعم يا رحمك ده نعجناكي وخبزاكي شايماء منهاش دعوه بتدخليها ليه بينكو غصبة عني وبعدين يعني انا بحبش هايماء بس انا جوايا قهر يهدك باي والعمل وديبو فيها مش شوية طول عمري فاكرا ان انا وهو هنبقى البعض فجأة سافر وبعد ولا حتى عبرني بتليفون طيبو دبحني يا موحة دبحك دقابت طيب انتي والنعمة احلى عروسة في حددنا بس قوعد عياطي بصين نفسك في المراية شو في الحلاوة قم يانا قمي صح يفرفش كده الليلة ليلتك موسيقى موسيقى في حاجة يا عمي ايه حايز اتطمن عليك فيها حاجة دي لا بس انت لما بتقصت تطمن علي بتجنى البيت ما بتبعتليش لا ناصح بس ده ممنعش برضو ان انا جيبك هنا علشان هتطمن عليك في حاجة تامة خير لفاندي اللي استجدعته هو وعدني بسلامته ان هيجي يخطبك راسمي واه ودي واشه تضيف لا هو ما خلافش وعده بس هو مش هيجي ليه يا رحمك سفر الخليج موسيقى لا عينه صفت في المظاهرات موسيقى 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 زي سفت بقعد في البيت حابس نفسه مابيني احتي له شاء الله طبقيني يا بنتي ايه اللي حصل هو الحاجة قال لي هو ما ينفع ليش هو شوف لحد تاني ظرفه حسن منه موسيقى بقعدك موسيقى موسيقى ولا حاجة انا لسه بحبه يا باب واللي حصل له ده على الف نظر مصغرهش بس هو مش هيجي زيفا اعنذرين يا بنتي اعنذرين اللي حصل له ده مش سهل عليها يا عمي تبقى قل إنت يا عمي أعمل إيه؟ إنت شفته قاعدت باعي لا يا بنتي باعي بس كل اللي أنا عارف من إنتي لازم تديله شوية وقت علشان يقدر يفهم اللي حصله ده ويفوق من الصدم تفتكر؟ يا بنتي بني شفته شجل مرة واحدة بس أنا حاس أنه هو راجل الراجل يا جماعة بيبقى صعبة عليه قاوى يا دنتي إنه يحسوا إنه أقلم للناس في حاجة بس معدانه بقى هو اللي بيخليه ويقف تاني على راجلين ولو نظرتي في الودة صرحة باهيقين يا شوية يا رب يا عمي يا رب عمي يا رب يا عمي يا اتو العمري بقول إن في طابة لا يمكن عغياره ابدا محدش مخت منها حاجة فوقها ده خلاص يا سيدي يبقى بختها بيك هي مني؟ اللي هي من بختك ده بقى الكلام في حاجة فوقها ده انت طرق عمرك واضح وصريح اتكلم معي بصراحة مغلة فيه دهران فيه بقى؟ مش شايفك يا الله فانا شايفك بصري وميني فاته دول عمال بتيجي لمحل كده على غير العادة كتير يعني انت روالي حاجة شايفين؟ بيني وبينك؟ ايو اتلا يخرب مخك يا راجل تلم شوية انت مش بيعتش من كل الجوازات اللي فادت دي وانت بزماتك مش تعبامل واحدة طبعا انت عبامل بس انا غيرك انت انت على الأقل عندك بنتك واقفة معاك وكده انما انا لأ ومع ذلك بقى انا مش هعمل اللي انت عايز تعمله ده عشان انت بتخاف وتتكسف من كلام الناس انما انا ما بتفرقش مع الحاجة ده خالص ومعامل بس اللي في مصلحك طبعا انت عندك حق ان غاليا مالي عليها الدنيا ايه ورامي بس هي ممكن تتجوز واي الأحصى وتابعت عني وانا محتاج حد جنب يا فوايك ويعني انت مش ليه حد جنبك غير بنت سنها قد سن بنتك يعني؟ لأ الموضوع مش كده خالص بقى يا فوايك على فكرة بنت دي أصيله مش هتعمل معي زي بداري عاملت معي اه لو انت تتكلمت معي في عاجة شيء لو ده مش هايز عالك ايو هتكلمت معها بس انا معرفتش هينا ويعلى ايه وعشان كده انا جاي اتكلم معك انا عارف انك انت قريب منها ممكن تعرف اذا كانت اخرت قرار ولا لا عشان لو مش كده مفيش ده عشان نفسي يقتلون كده ها سيكا كله كلام فاضي اللي بعده طب والسيديهات كان عليها ايه؟ كلها متشط تنس اللي بعده متخنقنيش انا باني ساعتين متقدر في القعدة دي بطل راغي شوف دي عليها ايه ماشي يا سيدي يا عمي ميمي يعني الحوار اللي عملنا ده كله عشان شوية سيديهات عليها متشط يا عمي ملناش فيه شغله مطلوب مننا هيتسلم زي ما هو كده هو ده هو ده الشغل وليه بس سلوخ يا نهري سويد هي عليا الحرام هي هي مين يا عمي انت؟ كده المصلحة بقى لي تعمل حاجة طب ايه؟ مفيش طب ايه ده وزيرة وشغل عالي ولعبين مع الناس كبار ملناش فيه عمي يوسف ميمي انت عارف فيديو زي ده ممكن نعمل بيه ايه؟ يعني مش عايزين نعمل بيه حاجة اللي يرضى عليك عايزين نخلص مش عايزين ديول ماشي يلا يا ابني هدف النا شاي دي بسرعة طب اديني ثانية واحد طب اخلص اتفضل يا حوبي اطلع يلا على فوق وكان مش عايش شوفه تاني في الشارع ماشي يا عمي يلا عاضر يا عمي لا خالص خالص انا كويس لا خالص كويس انك صحي ديني راح لها حاجة ان الواحد يصحريني التليفون بس مش من اي حد ايه؟ في شغل جديد؟ يعني جهزت كم حاجة بس عايزة بص عليهم الاول قبل اما ابعتهم لك ايل وانا زي ما قلتلك اي فيديوهات هتبعتيها هكتب عليها اسمك بعدين مين عالم؟ ايه ممكن ان الواشنبوست ولا حاجة اتكلمك وتقولك تعالي اشتغلي معنا ساعتها محدش عارف اتكلمك ابي بص انت بس ساعتها بص انت ها حاول ها حاول انت تستهلي اكتر من كلا وانت كمان تستهل كل خير يا دين يا رب كل احلامك تتحق وبو مرسي قوي على كل حاجة انت بتعملها دي تو قولك انا سر انا من ساعة معرفتك والدنيا بدأت تتحكلي بدأت تفتحلي دراعتها بعد ما كنت بخصم علي ومديني دهرها ما تقوليش ازاي انا اصلا ما رفعش تفسير هي كده زي ما بيكون في ناس عادية في حياة الواحد في ناس ثانية بتفرق معا وانت فرمان 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 يا اوي انت كمان عشبت نفسك يا انت حالتك بقى اتحقال عشيمي مات حالتك بقى يا فؤاد انا وانت صر بعض وربنا يكرمك انت كمان يا اخي وتلقى سترة راحك لا 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 يا عبد انا مليش علاقة بالكلام اللي انت بتقوله ده خالص انا خلاص قررت اروح عايشة انت هايدي بقى ايه ده؟ انت حتسافر تاني يا فؤاد مش انت لسه قال الواحد من هنا لازم حد يوقف جنبه ويشيل عنه ويقوم له بتلباته هيا بس موت لانكش يسيب الدينة كلها هتسافر واو انا يا شيمي مابايش حد هنا خالص ده انا ساعات بايت خايف ممكن اموت وملايش حد جنبي يا عمر بقدر لها ونعمة بالله بص يا شيمي انا عايز لما موتت الايه حد من ريحتي واقف جنبي هو ده كل اللي انا طلبه بالتنين خلاص يا فؤاد لو انت حابب كده انا بطرش منها بصراحة طيب بص بقى عشان اغير الموضوع انا عايز عم معك واجب جامد جدا انا هحصفي المحل طبعا وابيع كل الحاجة تشتري الخام اللي عمي؟ دي ايه دي سبايك اوه من مديريات ازاكي شيمي باي ازاكي شيمي باي ازاكي شيمي الحمد لله تمام منور يا موسعد ايوه مردس تعالب 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 اروح لديت بسرعة كده هتلينا واحدة مستبايك اللي شايلينها هناك مستعالب بسرعة حاطم قولت ايه بقى ايه ده فؤاد ازاكي مستعمل بقى الحاجة بتاعتك يا اخي موسعد موسعد باسا ايه ابني انا اللي مربيه ده ساعت بسق فيه اكتر من نفسي تخرفش كل حاجة متمنة انت قلت ايه بص عليها كده بالزاوية دي يا غالية دي صورة وفي النهاية الصورة ممكن يتلعب فيها عادي اه قولي له ان احنا عايزين نشوفها بعنين ايوه عندك حق هم حيورها هلا بسألوه ان ياخد فكرة طب ليه في الصورة كده يا يوسف اللي انت بتعبله ده ما نفعش احنا هقبت المكتب وقتام الناس مش هينفع ايه اللي مش هينفع ايه كل حاجة مش هينفع مش هينفع مش هينفع في ايه يا غالية يوسف احنا اتفى ان انا لازم افكر اه وانت وفقت عليك انا صح او لا وعشان وفقت استحمل بقى يوسف انا عايز اعرف انت ليه مش هالي تصدقني ان انا فعلا حاسة بيك وحاسة بكل حاجة انت بتقولها بس يعني بس يعني بس يعني بس يا غالية مستحيل تكوني حاسة بقى مستحيل غالية انا مستحمل وصبر بقلي كتير كده بس يعني ما جد المحلة هنا وانا هنا عليك وارب افكر فيك كل يوم قولي وعد اصبر تستنى ما تصرحاش بالجوالت الوقتي تستحمل شوية رغت لما جيت وقتلك ان انا بحبك ومرضو بتريلي اصبر لا انا صبر بقى كتير انا حاسة بيك يوسف وحاسة بيك اكتر من انت منك انت تتخيل بس انا محتاجة وقت ومحتاجة فرصة عشان افكر صدقني تقرن السهل علي انت لي مش هديت فهم كده طب ايش براح تقالي وانا اسبس اكت دايقتك او زنيت عليك انت لا دايقتني ولا زنيت علي ايه براس ما تخلص يا عامل هتقعد طول يوم تعمل في مفتاحين ولا ايه يا اب نصبر علي ما تستعجلنيش الله ولا انت يا انا عايز تاخد المفتاح وما يفتحش معاك وترجعلي تاني لا ما يفتحش ايه وانا هقعد طول يوم راح جاي ولا ايه شو تغلي عام تشتغل بس وحيت ابوك شان شوية حاضر ان الله هم مع الصبرين اهلا يام أدس انت اقوموري انا عايز اتحدى معنا بخصوص الشيمي الشيمي بي ميلك كان عندي ابن شوية كان بسانى عنك عني انا اممممممممممممممممممممممممممممممما هو classify بس انا بحاول اسرف نظر ليه أم أدس ليه؟ يعني ليه وانتي كنت موافعة؟ موافقش ليه؟ الشيمي بيه راجل ملوه هدومي ويهم لعين أي حد طب وديبو؟ ديبو خلاص مش عايزني سافر ونسين وشاف حيله وانا قلتها له قبل ما يسافر انا مش هشتري حد بيان ما يعني انت مش لايه حد في تانية دي غير الشيمي؟ عايزني اقولك بصراحة انت زعلش مني؟ اه انا يا ما تلطمت في الدونية يا مقدس مصراحة كده مش عايز اطلطمتان انا عايز استريح مش عايز افطل حس ان انا لازم انزل الشغل كل يوم علشان اعرف عايش بس يا بنتي شيمي ده يا رجل كبير في السن ده يا ابو كي ببقيتش تفرق معايا خلاص انا بعد اديبو الرجالة كل هم عندي بقى واحد طيب ربنا يا وفاك يا بنتي اقولك اي عني؟ بقولك اي شي ما هم لما اخدوكو عاملوا معاكو ايه؟ بلس تتكلم في الموضوع ده هم مجد كشفوا عليكو عشان شوفوكو أنيسات ولا ما دمات؟ مش عايز اتكلم في الموضوع يا حرام يعني اخد له خرطوش مبرح في عينيه قال ايه وعامل له نص ثوراجي؟ يعني راحت موسيقى قالوا وحشتني يا ديب وحشتني يا بات يا جيمال في صوتك مش عالي ابن مالك يا بات لا ابن انت وحشتني ده هي امت يا جيمال مالك وحك ويزها شو قدك ويزها والله والله جيمال وحيا بيت تكونوا فاكريني بيتوش وحشتني وكلك وحشتني شامل ربنا اللي يعلمنا عايدين ازاي كل يوم بيعد عليه اصنع من اليوم اللي قابلو مسأنا هنا يعني انا مسافر عشبكم عشان اللي عايز الحاجة بيعلو ماشي يا اخوي خلاص زاك يا يوسف عشي يا بيت زاك يا باش طبعا انتم بالمنطقة واحنا تعرفوا بعد كويس ايه اللي نعرف بعد عشي عزي المعارفة طبعا ان احنا عقيم مع بعض عيش وملح وتقدر تقول علينا غرايب يعني كده يا جيجي ولا اين اه طبعا زاك يا يوسف عمليلي فضل وعادة الاحسان من اي حاجة الحمد لله يا رب داي تعالي بان نخش جوه عشان اعرفك الغدية ماشي يا شيمال عن اذنك يا يوسف فضل يا جيجي انا اذنك فضل يا باشي من كتر ماشي ميكلمني عنك خلاني حسني عايز اشوفك وتعرف عليك هو حكيلي عنك كتير قوي برضو يا جيجي ما تستعجليش احنا الوقات قدامنا كتير قوي عشان نتعرف على بعض على فكرة يا غانيا انا متأكد لما تعرفي جيجي اكتر هتبو اصحبها قولي لا يا بابي دا الواحد ممكن يتعرف على اي حد وفي اي مكان ويصحبه كمان بتحصل في اي حد في الدنيا عادي يعني طيب اماسكوا بقى عشان تعودوا على راحتكم مش كده ولا اي انتي قلت لي اسمك اي جيجي جيجي اروفاريا جيجي مع السلامة باي بابي باي هو فيه هي بنتك مش طيقاني ولا اي لا يا روح عالب ما تفكرش كده خلص يا بس موضوع دا يا بالحصل منها دا لسه معلق معها دا طبيعي جدا وعنى صدقيني ان غالية دي قطيب واحنا ممكن تبليها في حياتك وانا متأكد لما تعرفي بعض اكتر هتحبيه قوي ما تقلقش من الموضوع دا خلص ان شاء الله انا الورد دا مش فارق معايا اهم حاجة اللاب توب انتو طبعا فهمين كوي ساويه ان ما ينفعش نخلص عليه طول ما الحاجة دي معا عندنا مشكلة احنا لو استننا علم يخرج من المنطقة هنستنى كتير قوي وهو اكيد طبعا نحس ان احنا وراه فاكيد هيتحمف اهله مش مهم خليه فهم كده بس انا وشرف امي ما اسيبه التنى بالحماية دي ماذا؟ لقصو ماذا؟ 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 ايه دا؟ ايه دا؟ يهي ديا؟ ität يبدأ يا مينا، ايب spaces ايبا انا شدي فيديوigned هيا دي الفكتله؟ يا مينا والله العظيم لم اعرف أي حاجة عنه أما من يلي يعرف يعنى؟ والله العظيم معرف أي حاجة وربنا معرف فيه حاجة غلط يا مينة فيه حاجة غلصية دايني اسمما دي البلل Τه هتقول على الفيديوهات يبات فبركة انت احطاء ديني في داية طبعا عصرف لا تفعل! هذا هو فإن! هذا هو فإن! إيجيب! لا تفعل هذا! إيجيب! لا تفعل هذا! ما هي ابني التي تفعله في هذه الأمر؟ بعد أيها قد وقتها قد انا عمد وسترجلته وتصدرت له أيضاً؟ لا 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 دي له ليه يا حمادك تلي عندها حق بقى يا حماد يا ابن انا فاهم اللي حصل لك ومقدره بس داني موقفتش ولا خربت كمان انت بقى شايف يا خربت ايه بقى اللي ودك من اصله وساعتها بقى ابو حماد يبقى ليك حق يا ابن اتعايت وطلتم وتنتحر كمان بقولك ايه قدومت انتحر يا ابن دلوقتي واتخلص نفسك ايه كلامي دايقك لسا ما قلتش حاجة لسا ما قلتش انك تلقى تخارع وطاري والحمدلله ان احنا عرفنا كل حاجة قبل ما نتبس وندي بنتنا الواحد بيهرب من مشاكله ويتفيز دماغه في الطرق بدل ما يحلها تعالها اماسينا صفيلك هناك هشوف انت هتعمل ايه هانو بتفكر شك هعمل اي حاجة قل انه نحبس نفسي ذهن سوين بس يا رابل كبان انا مش كبان يا حماسينا يزبطي يزعر يابني اني قلتني معك من مش فايدة احنا ما زعلان نظرتي فيك خابت مازعلان على بنت أخوي اللي حبتك وقدرتك ودلوقتي بتحبك أكتر وبتقدرك أكتر وطلع منزلت الشارع دلوقتي نسه يبصلك على إنك بطل بنت أخسارة لم أقدر نفسك ولا مقدر لأنت عملت وكتجخيبة طيب إنت عايز تعمل إيه؟ أستنى لما تيجي وبعد ما تيجي يا عم اللي قدرني عليه ربنا هعمله ما إحنا مش كوركاتي عم ميمي والجدعي اللي سافر ده مهوهاش خبوقة عشان تقرتصوا بالمنظر ده وما عملتش إنت عايز تعمله إليه لما شفتها مع الشيمي ساعتها علامة اللي حصل أنا مش بقول لك كده عشان لأسامح الله فاكل إنت عايز زعلب ونسب وبنته أنا بقول لك كده عشان إنت بلاك صلاحية تتكلم معها فبلاش يحصل أوه إنت أخر واحد تقول الكلام ده لأن إنت بنفسك اتكلمت معها في الحواض حصل يا يوسف عشان كده بقول لك سيب لبنت تتجوز إيه اللي إنت بتقوله ده ميم إنت بتهزي تتجوز ميم يا عم مش عنا اللي بقول صاحبك قولي سافر وسابه وفضل مع الشيمها وقالتوا قال لها إنه مسافر عشان كده خلية تتجوز مش إحنا اللي هنقول مين يتجوز ومين ما تجوز يا يوسف بس دي مش أصول وقعدين هي بتتجوز الراجل ده إيه؟ ده قد أبوها يبقى طمعانا في إرشيل وإنت اللي مش طمعانا في إرشيل يا عم كل عايش بس سيب الناس تاكل عايش أنا تخرقتي بالكلام معاك مش هرغي معاك في أي حول ده يا عم تعالى بس أنا بلسيك على الصحة يا يوسف أنا لما تكلمت معاه كنت بهددها بس لقيت إن أنا بهددها عشان مش عارف أقولها إيه بس دلوقتي خلاص الموضوع طاول بقى أخوة إيه ليه حق؟ والله ليه حق؟ تعالوا عضنش بحاجة قادينا قادينا وهنشافها هوية جاية تعالى بقى أنا خلاص قررت أنا موافقة تكتول إيه؟ بقول لك موافقة تقدر تيجي البيت في أي وقت وتخطبه فكرت كويسة فكرت كويسة مش محتاجة فرصة إن إت راجع فيها نفسك إيه راجع فيها نفسي يا شيما إنت دا إنت الرجل اللي بأحلم بيته لأموري إنت ما بص على حاجة كده بتكرت كبالي أنا فرحة مطلوبة عملك كمرا ما حد حس بيه ولا حبيني كده أنا كنت مستنياك أنا بحبك يا شيما وأنا كباني يروح عالب الشامي قلت ليه عملت كده؟ ما منها طريقة تدخل بيه؟ انت عا تستعمدت إيه دا؟ إيه دا من شال نعرف نحكيه؟ نحكي في إيه؟ الناس بتموت في الشوارع وتقول لي نحكيه؟ إيه اللي إنت عملته دا؟ الفيديوهات اللي ديته لك عملت فيها إيه؟ ليه عملت كده؟ إفهم؟ إحنا ما قلنا لحدا يقتد أو يموت قل الفابريكة بتسميه إيه؟ الكدو بتسميه إيه؟ التحريت بتسميه إيه؟ هذه الحقيقة إنت ما بتحاول تشوفها أنا حقيقة اللي إنت اختلعتها؟ اللي إنت رتبتها؟ أنا حقيقة أخي؟ الإعلام ما هو جنة أنا إعلام دا؟ هو أنت بصدق دا إعلام؟ دا مش إعلام ولا يمكن يكون إعلام كل واحد ديه دور أنا عملت دوري، إنت عملت دورك الناس بدأت عملت دورها بدأت تصدق وتكتب إنت ما بتحاول تفهم أنا بقى فيه دورك كويس إنت كداب وضلالي وقابض عشان تولعها الناس بتقتل بعضها في السككين هناك الناس بتنوّل بعضها كان أول فيه عشرة وإنت تتحطي بدلهم غلي وكرة وإنت اللي عملت كده أنا لسا عزتك هالي مهل مش ردي إيه؟ تفكر كويس مطلع على نفسك فرصة ما تلاقيها في أي مكان بريد أفتح مكان فيها الكايرو وإنت اللي ديره ها إنت ما بريد ما عليك مجنون عايز تخربها هنا وتخربها هناك وإلك ليه؟ أنا استكفر أديني فلوسي بعتبرها المؤلمة نترنتها بس يبقى بتراجع حالك هلاجل يا إيه؟ هذا آخر كلام آخر الزفت فيه شرط في العقد اللي بيرسخ العقد ما بيسترد فلوسه هلاجل؟ أيوة إيه يا العقد؟ إيه يا نوز خليه معك أنا مش شعر أي حاجة وفلوسي أخدها من كرشك هلاجل؟ أيوة؟ أيوة؟ هلاجل؟ 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 ماشي يا راي اللي تشوفه بس يعني بلاي ستيشن ولا مطعم؟ مطعم طبعاً يا ابني الناس مبطلش أكل وشرب لكن جهاز بايز وجهاز عايز يتصلح واجع دماغ على إيه؟ خليك في الراي ماشي عامل راي واحدنا سيك انت حققك محفوظ شوف انت عايز تعمل إيه؟ عايز تأجر لنا المحل؟ ماشي عايز تدخل شريك بالمحل برضو ماشي عايز شوف انت صرفت دي وتقسم علينا كلنا برضو يمشي ماشي يا شيء أخش معكم شريك طب حلو قوي دلوقتي أنا فكرت في حاجة تانية خير أنا مش هدوس كتير في سكة المطعم ده أنا شوية كده وهجيب أفتحه على المحل وأكتب عليه للإيجار أو للبيع عشان بوحى لما يجي يبصوا على اليافطة يحس ان انت مش هربان ويتخيل في أي وقت ان انت ممكن تقب في أي لحظة وما أنا بعمل ايه دلوقتي؟ ما أنا هربان منه لا انت مش هربان انت بخلي بالك بس طب هتضمن لي منه اهو مش هيحسروني زي ما حسروني مرة اللي فاتت في المحل والله يا سيكة أنا ماتبلكش بس أنا مأمن لك الدنيا حطتلك عوين في كل حتة لحد ما ربنا يساهلها بقول لك يا راي انا شوف لأي حتة اختفي فيها بعيدة عن البيت وعامتك ومراتك مش ناقصة هي غالق بحط أمك وبعد اللي انت حكتهولي وعن أبو يحيا تفتكر سيبك تمشي؟ ما أنا عادتك في شقة جابر متولي ومعجبتكش في ايه تاني؟ ما بصراحة كانت صعبة قاوي خلاص باي تقعد هنا ما تفتحش ابوك ماشي اللي تشوفه ماشي ما خش تعملكم ببيتين جاي كده ماشي حاضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة